موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب والطالبات مرحبا بكم جميعا دعوني أصالحكم منذ البدء لم يعد هناك مكان لغير المتفوقين بيننا اليوم إذا كان الناس يتفخرون أمس أو اليوم بسيارة فاخرة ومنزل فخم و لباس نفيس فإنهم لن يجدوا لهذه الأشياء قيمة في المستقبل القريب أمام قيمة التفوق تفوق دراسي أو تفوق اجتماعي تفوق ابتكاري تفوق دراسيا في البدء لتأخذ بزمام المستقبل لتختار تخصصك بنفسك تختار جامعتك التي تريد تختار وظيفتك بل قد لا تحتاج إلى أن تبحث عن وظيفة بل ستجدها تبحث عنك نعم الدراسة ليست كل شيء ولكنها اليوم أم الأشياء وقد يجد الشاب وقد تجد الفتاة الطريقة إلى النجاح في دروب أخرى غير مآلات الدراسة نعم ولكنها أيضا ولكنه أيضا سينجح أكثر وستنجح أكثر إذا كان متفوقا وكانت متفوقة إذن كيف نتفوق ما معوقة التفوق كيف نحافظ على التفوق ما معززات التفوق ما هي الأدوار التي ننتظرها من البيت من الجامعة من المدرسة من الشخص نفسه لنحصل في النهاية على التفوق أسئلة كثيرة نحاول الوصول إلى إجاباتها والأهم أن نقتنع بتلك الإجابات أو على الأقل نختار منها ما نقتنع به ونفعلها سلوكا وتعاملا مع مناهجنا الدراسية يا رب يا رب ودي أدرس ودي أنجح أنا عمره معرفة الفشل ليش حسب خوف وقلق ليش ليش هو يريد النجاح وكل الطقوس الكفيلة بدراسة جيدة محققة له بيت هادئ وكل ما حوله يشرح النفس لكنه يشعر أن نفسه منقبضا وأنه حتى لو درس وتعب فلن يجتاز اختبار يوم غد بنجاح يتنقل في المكان يشعر بالجوع وليس جائعا يشعر بالعطش وليس ضمآنا هي حالة يمكن تسميتها اضطراب مؤقت خشية من الغد قلق قد يكون سلبيا وقد يكون ايجابيا ايضا هو يمتلك النية الطيبة يا الله والله تعبت يا رب ودي ادرس ودي انجح تعبت تعبت ربما يحتاج لطمأنينة اكثر لإحساس يعيد اليه الثقة في النفس لملاذ حقيقي وآل ليس هناك افضل من الاختبارات صدقوني تعرفون ليه لأن الاختبار هو المحطة التي إذا وصلت إليها ستنتقل إلى مرحلة أخرى أنت ستدرس شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر الاختبار وحده هو الذي سينقلك إلى المرحلة التي تلي المرحلة التي أنت فيها إذن الاختبار شيء جميل أول شيء يمكن نحتاج إليه في تعاملنا مع الاختبارات هو أن نصحح علاقة نابة نصادقه نسمع الآن عن مرضى السكر أنهم يصادقون المرض فيقول صديقي السكر ليه حتى يرقد علاقة جميلة معه فهي لست قضي يوم أو يومين أنت محتاج إلى هذا الأمر الأمر الثاني أن الاختبارات أيضا هي فرصة عظيمة جدا لما تحمل من فوائد جمة أنت ربما خلال فصل دراسي تقرأ أو لا تقرأ خلال فصل دراسي قد تحضر محاضرة أو لا تحضر وقد تحضر وتكون فائدتك منها ستين سبعين خمسين في المئة وبعض الطلاب يحضر وكأنه لم يحضر أما في الاختبارات فأنت ستقرأ هذه الكتب بعمق بل ستحفظ أجزاء منها وتفهمها طبعا كلها لتكون مستعدا للاختبار ستزيد علما إذن تزيد فهما للحياة كلها فهذه المناهجية التي تصلنا بالحياة بكل ما فيها إذن الاختبارات فيها أشياء جميلة كثيرا من جماليات الاختبارات أيضا أنك تقرر في البيت فأنت طول الفصل الدراسي تذهب يمنى ويسرى والبنت تكون مشغولة في أمور متعددة يلزم المنزل الوالدة التي كانت مشغولة عنك تحن أكثر وتقترب منك أكثر الوالد الذي يمكن يظل مدة لا يسأل الآن يأتي يسأل طبعا أنا لا أقول هذا صح لكن هذا الذي يقع في بعض البيوت بالفعل إذن في الاختبارات فرصة عظيمة جدا تعرفون ليه فرصة للتقارب النفسي للتقارب الاجتماعي للتقارب الأسري أيضا داخل المنزل فيها فرصة جميلة لتبادل المشاعر فهذا الأخ الذي الشقيق الذي يتشاجر مع شقيقة خلال مد أيام أو خلال الشهور الماضية في هذه الاختبارات ها ما سويت اليوم شاء الأمور طيبة يسأل عن أيضا أخوه فتشعر أيضا أن النفوس أيضا تقاربت وحققنا مجموعة كبيرة جدا من الأهداف ليس الأهداف فقط في الجانب العلمي وحده في الاختبارات أيضا يمكن أن نتعامل مع الأزمات في المستقبل الاختبار أزمة ونحن لا نتعامل معنا لأنها أزمة لكن هي الحقيقة أزمة وإدارة الأزمات تعلم الإنسان فعلا كيف يجتاز الصعاب وكيف يجتاز بعض المعوقات التي ستأتيه في الحياة مدى ما يعيشوا فيها كيف تدير هذه الأزمة بفعالية الاختبار أيضا هو فيه جانب كشفه هذا المشهد الذي قبل قليل والحقيقة الذي أدى هذا الدور هو أيضا تفوق ونحن نتحدث اليوم عن التفوق ما هو هذا الشيء هو أننا أيضا يمكن أن نكون بعيدين عن الله عز وجل في أيامنا المعتادة ولا نعطي التقرب إلى الله عز وجل حقه في أيام الاختبارات تجد أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكثر تضطر إلى الله عز وجل والله يجيب المضطرة إذا دعاه ولا شك أيضا هي فرصة لتجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتذكر الاختبار الكبير الذي سيكون يوم القيامة حينما نسأل عن أشياء كثيرة وقفوهم إنهم مسؤولون ولن تجتاز عبد من العباد هذا الاختبار إلا أن يجيب عن أربعة أسئلة وردت أيضا في الحديث الشريف ومن هذا الوقت الذي نسجيه إذن الاختبارات أظنها فرصة كبيرة جدا وممتازة لنحقق من خلالها عددا من الأهداف العليا الآن سوف نخرج إلى هذا الاستطلاع الأول سؤال صريح أنا يمكن مثلكم لا أحب الكلمة التي ستأتي فيه ولكنها موجودة لماذا يكره ويخاف الطلاب من الاختبارات دعونا نشاهد الآن ونستمع إلى إجابات الناس لهذا السؤال لأنها هي الصراحة تحسنها فيها زي الناس ما تتقبلها يعني فيها زي الظروف وزحمة وكده يعني النس تبي تروح تجي وهي مشكلة وراء بعض لو أنها شوي يفرجونها بين المواد أحسن الطالب ما فيش عنده وقت أنه هو يذاكر دائما الفترة بين الدراسة بداية الدراسة وبداية اللي متعانق وليلة برضو مناهج التعليمية عندهم أنا شايف أنها كبيرة على الطالب وكبيرة على عمر الطالب برضو لأنها ترتبك أول وتخوفنا وعلى ما تذاكر وعلى ما تعدل وضعك ممكن يعني أن بعض الطلاب يكون مهم لطول السنة عارف فهو بيضغط نفسه في فترة هذه فبيقرأ الكتاب ممكن الكتاب 400-500 صفحة فيحس بثقل لكن لهو من بداية الترم كل درس بيومه يقرأ ويأخذ المفهوم ويلخص فراحي نهاية السنة ما راحي يشوف الاختبارات مثل أي أيام الترم والله تدري رهبة الاختبار طبعا الطالب النفسية الطالب تكون طبعا جهد فصل كامل بيعطيه في الاختبار هذا فتحصل رهبة الاختبار النفسية حتى نفس البيت كله يكون شدين زي ما يقولون شدين الحزام يعني صراحة هي العادة تحسب على الدكتور إذا كان موضوع مع الطالب فيه مشكلة أو على سبب مادة الاختبار نفسه إذا كان هو مفاهم حاجة فيها فأحيان في بعض الطلاب يتعطلون عليها يعني يمكن يكونوا متوترين أو مثلا في بعض الطلاب يكونوا مثلا ما يرجعون كويس قبل الاختبار وكذا في بعض الدكاترا بعد طبعا يمكن تضغط عليهم في قبل الاختبارات منها القبيل أنا أشوف أنه شي طبيعي أنه يخاف من الاختبار لكن المفروض يكون لها حد يهيئونه معلمي وولي آمر والبيت أنه ما يتجاوز الحد لكن كونه يخاف من الاختبار شي طبيعي مؤكد يعني أن إجابات ستختلف لكنها أظنها ستتفق أن هناك نوع من الهيبة لقضية الاختبارات والدخول عليها والتحسب لماذا أو كيف وماذا ستكون النتائج سيكون للأهل أيضا دور كبير جدا في وجود الرهبة من الاختبار أو التعايش مع الاختبار يعني الأب الذي يقول لولده إذا لم يجب الدرجة الفلانية العقال يشتغل والأم الذي يتهدد ورادها أيضا سيختلف تعاملهم مع الاختبار أما الأب الذي يقترب من أولاده أكثر ويعيدهم أيضا بالحفلات وبالتعزيز سوف يكون علاقتهم بالاختبار علاقة محبة أكيد أشرف الحقيقة هذه الليلة بأن يكون ضيفي هو دكتور خليل بن إبراهيم الحويتجي مرحبا دكتور أهلا وسهلا في البداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياك الله مرحبا أشكرك دكتور خالد على هذه الاستضافة وتحيات العطرة للمشاهدين الكرام حياك الله طبعا دكتور خليل الحويتجي هو نائب ودير مركز الاختبارات في في الانتساب أو المطور أو ما يسمى التعليم عن بعد في جامعة الملك فيصل وهو أستاذ أيضا علم النفس في كلية التربية بجامعة الملك فيصل مرحبا بك مرة أخرى الله يبارك فيك أكيد اليوم أولادنا وبناتنا سيدخلون قاعة الاختبار يمكن بعضهم دخل في مراحل تعليمية أخرى وهذا الاختبار لن نستطيع في يوم الأيام أن نقول أنه سيكون عادي ما يمكن أن يكون عاديا جدا لا بد أن يكون في نوع من الرهبة والاستعداد وتعلمنا منكم يعني علماء النفس أن جزء من القلق هو يدل على النجاح ويوصل إلى النجاح لكن نحن نريد أيضا أن لا نتعامل مع هذا الجانب النفسي بعد أن تحدثنا عنه وتحدث الناس عنه بقدم تحدث عن هذه المذاكرة أنا طالب أنا طالبة كيف أستطيع أن أستعد بطريقة صحيحة وجيدة للمذاكرة وكيف يعني يمكن أيضا أن تكون الأجواء التي من حولي تساعدني على ذلك تفضل أكتور حقيقة طبعا المذاكرة يعني مفهومها أنا ببسط العملية بأن المذاكرة عندما يأتي الطالب يجلس على طاولة الدراسة إذا كان في منزله بدأ يبحث في الكتب يبحث في الكتب إذن له هدف في بحث عن الكتب يأنه يراجع ما درسه في الفصل الدراسي أو قاعدة الدراسية أو أنه يستعد لجمع معلومات لاختبار أو مناقشة في اليوم اللي بعد الدرس وربما يحاول تخزين معلومات لاختبار ما هذا بالنسبة للاختبار لما يجي يبحث الطالب عن مادة علمية محددة يمكن هذا التقسيم اللي ذكرته يمكن ثلاث تقسيمات أظن لها علاقة كبيرة جدا بعلاقة الطالب بالمنهج قبل الاختبارات نعم يعني هناك طالب بهمل نعم وهناك طالب جاد ذكر صحيح وهناك طالب يتطلع للمزيد نعم ستأتي هذه التقسيمات ارتباط لا بد يكون ارتباط وجداني يعني بين بين الشخص والكتاب أو المعلومة حتى تسهل لديه المعلومة ويخزنها بالطريقة لتريحة جدا طبعا احنا لما نقول المذاكرة ما معنى المذاكرة احنا نسمع المذاكرة حقيقة لكن في المعجم الوسيط ذكر ان ذكر يعني حفظه واستحضره في مجرى اللسان بعد النسيان اذا الانسان لا بد يتذكر تذكره مهم جدا التذكر والحفظ يعني بدون التذكر هذا عمير جميل والله دكتور يعني معنى انه تذكره معنى انه كان لا بد يكون حافظه حافظه يعني بعض الطلاب لا يجي ذكر قبل الاختبار بيوم او يومين وهذه الخطأ الشائع بين طلابنا مع الاسف والطالبات ان الطالب ما يذاكر قبل الاختبار بليلة واحدة وهذا من الخطأ بل بعض الطلاب يحصل على ورايقات قليلة جدا خمس صفحات عن المنهج ويقعد يذاكر في هالخمس صفحات احنا مو هدفنا ان احنا الاختبار ان احنا نعمل اداة من ادوات الاختبار في خمس صفحات لا احنا نبقى نزود الطالب بالمعارف والمعلومات اللي تفيده في حياته الاجتماعية في حياة العملية الاهم من ذلك انت كيف تقبل على الاختبار براحة نفسية عندنا كثير من الطلاب مع الاسف من يأتي وقت الاختبار يبدأ في قلق تجد مزاجه مش ولابد غير سوي مع والدته مع والده مع اخوانه مع اخواته في المنزل ضجر ما عنده تحكم في ما عنده تزان في علاقاته مع الاخرين نقول لهذا الشاب او هذا الطالب هذه فترة محددة يجب ان تسأد لها قبل يعني من بداية الدراسة صحيح تسأد لها من بداية الفصل الدراسي لانه برنامج مؤحد محدد في فصل دراسي انا دكتور اعرف اخصا ايام الاختبارات يقرأ قراءة عامة كتب اخرى ويترك المنهج المحدد لا لا يدرس يدرس ويتفوق ويأخذ الأول واصبح بروفسور ما شاء الله فيما بعد وكان يتعجبون الطلاب من لأنه كان أصلا يذاكر المواد أول بأول فلما يجي عند الاختبار يجيس سعتين ذه الساعات ويستعيد المواد بأكملها ثم يرجع على متعته وهي أنه يقرأ قراءة حرة جميل جدا فلذلك حبذة لو كان التقويم البنائي مهم جدا في حياة الطالب اللي هو التقويم المستمر اللي يبدأ من بداية الدراسة إلى نهاية الفصل فلذلك الطالب حتى لو كان عنده خلل أو يعالج خلال الفصل الدراسي يعني هذا مهمة المعلم المعلم طبعا وعلى الطالب أنه يستفيد من هذا التقويم خلال الفصل الدراسي إذا كان من سعد الطالب خلال الفصل الدراسي من انتباه وتركيز أثناء الدرس مهم جدا بعد انتهاء الدرس وذهب للمنزل كما ذكرنا يفتح الكتب المختصة في هذه المادة ويتعلم يراجع ما تعلمه كل يوم بيومه هذا يفيد إذن إذا وصل مرحلة الاختبار أنها يكون في نفسية مرتاحة جدا في توافق نفسي مع نفسه توافق اجتماعي مع اللحولة المحطين الأب والأم والأخوات هذا شيء مهم جدا لأنه مسوع بالمادة ولا يخشى من أي سؤال في الاختبار نعم وهو أكيد لأنه يتساد تصرفات غير طبيعية مع الآخرين نوع من التنفيذ نعم نوع من التنفيذ نوع من الخروج من المأزة خروب وهذا من سلبيات الاختبارات أو صعوبات الاختبارات عند الطالب أن يمر بمرحلة سلبية من ناحية نفسية وذكرت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن النفسية مهمة جدا والعقل السليم في الجسم السليم إذا كان العقل والجسم سليمان استطاع الطالب أن يتحصل على العلم وهو في كامل الحالة النفسية لذلك نقول للطلاب والطالبات عليكم بالهدوء عليكم بالهدوء أنت تركز على الجانب النفسي أنا أشاهد الآن بعض الطلاب أنا أسأل عنها الآن من جانب نفسي من جانب علمي بعض الطلاب إذا حب مادة فإن يستوعبها بسرعة ويتذكرها بشكل جيد ويأخذ في درجات عالية والعكس صحيح ويمكن يكون لها علاقة أيضا بحبه لأستاذ المادة وأستاذة المادة بالنسبة للطالبة أن هذا صحيح؟ كلام سليم صحيح فتجد حتى في المراحل التعليم العام وفي الجامعات كثير من الدكاترا محبوبين لدى الطلاب وتجد المواد التي يدرسوها بعض الدكاترا أو بعض المدرسين في المدارس التعليم العام محببة لدى الطالب من أي ناحية نقول جزء كبير على المعلم لأن المعلم هو حجر الزاوي في العملية التعليمية كل ما صلح المعلم صلح التعليم حقيقة فإذن المعلم ممكن أن يسهل يعني يسهل إيصال المعلومة للطالب وتخزينها في عقل الطالب وعمليست إخراجها أثناء الاختبار من الطالب أيوان عندما يكون الطالب مرتاح للمعلم وهضم هذه المعلومة يجد راحة نفسية في إخراج المعلومة نعم هناك نظرية تقول أن كل معلومة ندخلها في المقه هي موجودة بالفعل نعم وارتباطها ارتباط نفسي فقد ينسى الإنسان لأنه يخاف فقط وينسى الإنسان لأنه غير واثق من نفسه نعم هل الاختبارات تعب على الطالب أو على الأهل هذا الاستطلاع الثاني الذي سنسمع إن شاء الله الآن من المشاهدين أيضا الذين اشتركوا معنا في الاستطلاع إجاباته عن الأهل أكثر من الطالب نفسه لماذا؟ يهتمون أنه عسيه نجاح ويتعبون عليه ومصاريفه لا والله الطرفين يعني تكون لأهل متوترين يبون شوف النتائج كذا تكون على الطرفين أنا شايف ضغط نفسي على الطالب أكثر أكثر شيء على الأهل إن هو يحاطين الطالب تعال ذاكر لا تطلع سوى جيب والله على الجميع لأن الوالدين يراقبون الطلاب والطالب يكون تعبان من نفسه أساسا والله على البيت كله أنا تدري الوقت هذا في الطالب ما فيه اهتمام زي أول يعني حصل أول فيه حرص يعني الأجيال السابقة وهذه فيه حرص يعني كنا أول نهاب الاختبار حين نشوف ما شاء الله تبارك الله الطلاب عنده اختبار وتشوفه بره في الشارع على الطالب نفسه العادة الأهل فائدتهم أنهم ينصحون الولد عشان يذاكر ويتكرر في المذاكرة أما الباقي يكون على الولد في المذاكرة في كل شيء لا تعبها على الجميع أنا كولي أمر أنا أشوف أني أتعب أكثر من أبنائي في الاختبارات من متابعة توتر حرص حرص حتى على النوم على الغذاء على كل شيء فو ولي الأمر يتعب البيت كله يتعب الطالب يتعب أكثر كما ذكرنا قبل قليل أن هناك نوع من التهيب للاختبارات ولكن هذا السؤال المطروح الآن ونطرح على ضيفنا الكريم الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي أستاذ علم النفس في كلية التربية وجامعة الملك فيصل ونسأله هناك استنفار في داخل البيوت في أيام الاختبارات بعض البيوت إذا أردنا أن نكون واقعيين في بعض الاختبارات ما هو الاستنفار الإيجابي والاستنفار السلبي الذي قد يؤثر تأثيرا سلبيا مع أن هذا الاستنفار في الأصل إنما كان من أجل أن يحصل على النتيجة الإيجابية طبعا سلبيا طبعا في البداية حبذا لو حدد الطالب الهدف وهو في هرم الأهداف عند الطالب لا بد يكون هدف له هدف رئيس يكون وبعدين هدف قصير وهدف متوسط المدى لذلك إذا كان هدفه الرئيس مثلا سأكون أنا في تقنية المعلومات سأتخرج طالب في تقنية المعلومات هذا هدفي البعيد اللي هو الرئيس بديت في أخذ المواد المقررات في الجامعة كل فصل دراسي هذا قصير أنهيها إذا ركز الطالب مجهوده على أنه يحقق أهدافه سيريح نفسه سيريح أهله في المنزل لكن الاضطراب اللي يصير في المنزل والاستنفار اللي ذكرته هذا يدل يا إنه فيه تقوف من المجهول لأنه ما وضع هدف فيتقوف من المجهول لأنه ما عنده هدف هو الأهل نفس الحكاية هدفهم أنه بس يحقق نتيجة وينجح أنا بسأل هل اهتمامكم بالطالب أو الطالبة في المنزل فقط في فترة الاختبارات السلام وين الفترة اللي مضت هذا صحيح أين المتابعة يا أخواني صحيح على الأم على الأب متابعة الأبن الأبن محتاج ترى الطالب محتاج لأن الطالب عدم السؤال عنه في المدرسة يعطيه انطباع أن الأهل ليس لديهم اهتمام به فيجب على الأب أن يسأل عن ابنه كل فترة حتى ما يتفاجأ حتى ما يتفاجأ للأسف الآن بعض الآباء وهذا حقيقة يعني والدي كان مديرا 19 سنة ويذكر لي أصنافنا الآباء لا يعرف ولده أين يدرس ما يعرف بالضبط هو يعرف أنه في المدرسة لكن ما يعرف في أي صف فضلا عن أنه يذاكر معاه وإلا يهتم به وإلا يلتفت عليه وإلا يسأله وإلا يأتي مدرسة ما يأتي مدرسة إلا أنه صارت مشكلة و المدرسة استدعته ليحظر لكن في الوقت نفسه أن هناك بعض الطلبة يكون أصلا هو اعتمادي فهو باستمرار لا يمكن أن يذاكر إلا إذا قال له أهله ذاكر هذا الأب المهمل يأتي في النهاية أولا أهمله ويمكن أن أعلمه على الاعتمادي في فترة ابتدائية مثلا ثم توسط الثانوية أهمله ثم يأتي في النهاية وعاق بعقاب شديد جدا على النتيجة السلبية التي حصل عليها هذا انطلاقا ماذا سيحدث بعد مثلا الغضب الذي حدث من الأب ربما الولد يهمل دراسة إهمالا بعد الدراسة ماذا سيحدث في المجتمع من خلال هذا ربما يتعرض لي ورناء السوء ويحتضنونه ويحتوونه ويسبب مشاكل له و للمجتمع يعني ممكن علقة تصنع مجرما نعم فلذلك أنا أوصي أولياء الأمور أنهم يقربون أبنائهم أبنائنا محتاجين لنا كثير جدا ليس في الاختبار فقط أنت إذا قربت منك في أمور كثيرة قربت منك في الاختبار وحقق أمنيتك كأب إذا أردت أنه يكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو باحثا هل يمكن أن الطالب ممكن أن ينتقم من أهله في إهمال الاختبار قد يحدث هذا يعني أنه يضربون مثلا وهو يعرف أنهم يسرهم أنه ينجع نعم ربما فيهمل ربما الطالب هذا كناية بوالده بضربة له نعم يتجه ويهمل دروسة والاختبار لذلك أنا أقول على الأب أن يصادق ابنه يصادق ويتلمس احتياجاته لأن الأب محتاج له والبنت الطالب محتاج طيب الآن نريد يعني نضع أمام المشاهدة والمشاهدة سواء الأهل أو الطلاب بعض الجوانب يعني كيف تكون البيئة وين يذاكر الطالب وين يذاكر الطالب مهم جدا وسؤال مميز حقيقة أننا نهمل هذا الجانب نعتقد أن الطالب في أي مكان يذاكر وهذا خطأ أول شيء تهيئة المكان المكان المناسب كيف يكون المكان يكون أول شيء إضاءته لا تكون هادئة دائما مغلب الطلاب يتجهون تهدئة الإضاءة وهذا خطأ يجب أن يكون يسمون الإنسان بالكسل بالكسل نعم والملل يضع اللي أنا أرى المكان يكون المذاكرة على كرسي مستحسن مش على سرير كثير من أبنائنا بناتنا يعني يكون على سرير أو على مكان غير مريح يكون على الكرسي حتى يكون في أتم الاستعداد بالإضافة في تحفز يعني في تحفز للعلم والفهم والاستيعاب إذا كان ما فيه تركيز مشكلة هذا لابد الانتباه والتركيز طيب اللي بعدها مهم جدا البعد عن المنبهات من الشاي والقهوة والإكثار منها ممكن أن يأخذ كأس شاي لكن لا يكرره نعتقد نحن المذاكرة بالشاي والقهوة وهذا خطأ مو بكثر شرب الشاي نعتبر أن نحن فهمنا وذاكرنا لا يجب أن نحن نقلل من المنبهات من القهوة والشاي طيب نحن نربط المحور هذا لأننا سنعود مرة أخرى للبيئة لكن نربطها بجانب الأهل أظن هذه رسالة واضحة للأم نعم أن لا تستجيبي للولد لما يريد شاي قهوة شاي نعم وكبتشينوها نعم وتعددت الأنواع الآن ومغلب هذه الأنواع وباستمرار يعني وبعدين باستمرار يمكن بعضهم يضع ذلة الشاي صح صدقت أيوه ويشرب كمية كبيرة نعم طيب ماذا أيضا على الأهل أن يفعلوا على الأهل الأهل أنا من وجهة نظري تهيئة الأجواء المناسبة في المنزل أولا إذا كان معتاد أن مشاهدة التلفزون باستمرار وبصوت عالي ينخفض صوتها أو أن إطفاءها مهم جدا والله أنا عرف بيت الحقيقة أنا أسميه بيتهم تفوقين يعني ما شاء الله كلهم تفوقون إذا دخل الاختبار أغلقوا الشاشة نهارية جميل جدا حتى ينتهي الاختبار ينتهي الاختبار ما ينقصم شي طبعا بعضهم يقول لك مليت من الاختبار يا دكتور ممكن يقول مليت أبغى أشوف تلفزون ما يمنع ذلك يعني إذا فترة وجيزة ما يمنع إيه بس تجربة كويسة هذه بالإضافة للأهل لهم دور في الغذاء ترى الآن الأكلاس السريعة هذه أثرت على أبنائنا كثيرا لأنها أكلاس سريعة ولا تساعد الجسم ولا العقل دسومات نعم وأناقصها في عناصرها الغذائية طيب ما هي العناصر الغذائية لا بأسا ندخل على الطب قليلا ندخل على الطب مهم جدا الخضروات والفواكه يعني تناولها أثناء الاختبار جدا لأن كثير من الطلاب يعاني من الإمساك يعاني من الإسهال يعاني فلذلك الفواكه الخضروات عندك الحليب مهم جدا في الفترة الاختبارات يحاول قدر المستضر الطالب أن يبحث عن الأكل الذي يساعده يعطيه قوة للاعتماد على التفكير فيه كثير من الأنواع نحن متداولة بيننا وبين أهلنا الزبيب مهم جدا أن يتناول خاصة الأطفال يقول لا أثر على التذكر لا أثر على التذكر شديد الموز برضو يعني في أكلات الموز يحبون العيال ويحبونه وخفيفة لكنهم يحبون الفواكه الأخرى وذلك نقول للأم عشي عيالك يعني تأخذ الفواكه المفيدة تعصرها وتحطها في كاسات جميلة وملونة ومعاها مصاص جميل جدا وتعطي أولادها في آنية جميلة يحبونه يحطها كذا وذا يشربها يعني مثلا الشوربة وليس يجب أن تكون بطريقة معاية يمكن أن تحط خضروات يمكن أن تصرح يشربها على أن الشوربة التي يحبها وفيها الجوانب الغذائية التي لا يأكلها بطريقة مباشرة لأسف من الشائع بين الأولاد أنهم لا يأكلون هذه الأشياء المفيدة ماذا بعد بالنسبة للأهل بالنسبة للأهل يعني طبعا في بعض الطلاب ينقصهم يعني في صعوبات في التعلم عندهم في بعض المقررات الدراسية ما يمنع ما يمنع أن يستفيدون من بعض يعني المقررات الموجودة عشان تعين الطالب على فهم المعلومة خاصة في المواد العلمية أنا نصيحتي للطلاب خاصة في الرياضيات مثلا اللي نعاني منها يعني لأنها فيها صعوبة ويبغى لها فهم ويبغى لها حفظ بالقواعد فلذلك يجب على الطالب أنه يركز أثناء الحصة الدراسية ترهيز جاد جدا في أثناء الحصة الدراسية بعد ذلك والله دكتور يعني ليصير أن الطالب يهمل وثم يطلب من الأب أن يحذر له معلم يعلمه مشكلة هذه مع أن المعلم وجود في المدرسة ويفترض أنه رجع له ولا ترك ولا مسألة إلا عاد له فيها لكن يهمل ثم يأتي يجيب أستاذه أي أستاذ ويدرسه لكن لو اعتمد على نفسها الطالب وركز في الحصة الدراسية ورجع في البيت وراجع الذي أخذها في الفصل بعد ذلك يحل بعض الأمثلة عشان تساعد على ذلك وإذا أمكن وجد أسئلة من الأعوام السابقة يراجعها ويحل حتى يستطيع لكن في نقطة مهمة نحن طبعا تعتمد دراساتنا على الحفظ وهذا شيء مهم جدا الحفظ لكن المعرفة مهم والفهم مهم الحفظ في النصوص في النصوص في النصوص ممكن حفظها لكن فيه قياب تام عن يعني تحليل التحليل نعم صحيح طريقة التدليس التفسير نعم نعم الأستاذ يرى أن الطالب الممتاز الذي يجيب نص فهو يحفظ هذا قد يأدي أنا أتذكر جيدا نعم الأستاذ الذي كان يساعدنا على التحليل أنا أتكلم ترى في السنة التمهيدية للماجستير نعم أستاذ أساتذة ستة أساتذة وخمسة يدرسون لكن واحد منهم أخبروني أنه لا يقبل إلا أن تأتي بنص كتابه الذي درسناه والله حرحت حفظت كتابه أذكر ختميها نص أيه والله حفظت الشخص الآخر أبدا قال لنا هو يدرس نصوص أدبية نعم قال شوفوا أنا أدرسكم نصوص طوال سنة كاملة حتى ما كان في فصل دراسي فصلين دراسيين مع بعض النصوص أدرسكم كيف تحللونها الله في الاختبار سيأتيكم نص لم تدرسوه جميل جدا أخبرنا أعلمنا كيف نصطد السمك نعم هذا صحيح واصطدنا سمكته جميل طيب نحن عندنا استطلاع أيضا جميل أهل الاختبارات أثر على تحديد مستقبل الطالب هل هناك علاقة بين الاختبارات وبين المستقبل نشوف للناس ماذا قالوا أكد الاختبار لا يبد عشان يعرف أنه تقديره ويكون انصاف لجميع الطلبة مو بالواحد ولا يعني انصاف له مذاكرته وجده وجتهاده طبعا يعني عصلا في مستقبل يعني تفهم يعني الدروس كده يعني منها الدين يعني وش يسمى لهم التحانات زينة عن تدني الطالب لكن الطالب مستوى متدني ولا متفوق ولا هو زين الاختبارات هو طبعا بس لازم يكون المنهج اللي بيتحط للطالب ده يكون على قد مستوى الفكري وعلى قد سنه يعني ما يحطلوش مناهج كبيرة أو أكبر من عمره بحيث أنه يقدر يستوعب أكتر يعني تحدد له إذا هو مش تهد في نفس التخصص اللي هو يبيه تحدد مش تهد به نعم لها تعثير بتشوف بعضهم عنده رهبة الاختبار يشتازها مع السنوات في بعضهم يشكل له الاختبار مجموعة أسئلة واجبة وبعضهم يشكل له أنه شيء في حياتي وأنا راح أتجاوزه وفيه ناس يشكلهم أنه يبغي يتغلب على الأسئلة ويكون الأفضل كل واحد على حسب طموحه والله أكيد يعني تأثر في مستوى الطالة في نظرتها للمستقبل لجهد في الدراسة ثمرة ما أخذ أو ثمرة ما قطف من التعلم من هذا كله يأثر أكيد طبعا أكيد أنه تحدد مستقبلك أنت وين تبغى تكون وأنت وين بتضبط وأنت إيش أنت اللي تحدد مستقبلك بيدك أكيد يعني المحصلة اللي تخرج من الاختبار هي تعدد مساره مرحبا بكم مجددا دكتور الله يسلمك الآن بالنسبة للاختبارات كما سئله هنا ما العلاقة بين أيام الاختبارات أو الاختبارات ومستقبل الطالب طبعا هذا يسمى التقويم الإجمالي والتقويم الإجمالي هو اللي يحدد نواتج التعلم حق الطالب فهو يحدد المستقبل طبعا إذا هو ينتقل من صف لصف يحدد هذا التقويم الإجمالي إذا حصل على درجة متميزة مثلا ومتقدير كويسي يدخل في كلية الطب أو كلية مثلا الهندسة يحدد يحدد مسوى أو مستقبل الطالب في تحديد التخصص ممكن بعد الاختبارات القدرات اللي يقوم طبعا المركز القياس والتقويم في التعليم العالي مهارات هذه مهمة جدا والمهارات والدورات إذن إذن نقول الاختبار يحدد مستقبل الطالب طيب يكتور الآن أنا طالب أميلي لهذه المادة وهي سهلة عندي المادة الأخرى صعبة علي فأنا أذاكر أكثر ثم أخذ درجة مماثلة يعني خلنا أقول أخذ هنا تسعين أخذ هنا تسعين لكن هذه أنا أميل لها أحبها هذه لا أميل إليها لكني ذكرت وتعبت واخذت درجة كاملة هو طبعا الميول الموجود عند الطلاب لأن فيه قدرة وفيه استعداد أيوة القدرة مشكلة عندها قدرة يعني في مختلفين في تخصص محدد والاستعداد ممكن عندها قدرة لكن ما عندها استعداد للمقرر هذا يميل بس عندها قدرة يؤديها نعم يجيب فيها الدرجة ثاني عندها قدرة أو استعداد يعني يبدأ فيها يعني دكتور الآن لو قلنا مثلا تخصص مثل الطب نعم تخصص يحتاج إلى مجهود أنا لا أحب كلمة صعب الناس لا لا مجهود هو يحتاج إلى مجهود بدل مجهود كبير نعم فيه ناس ذكي جدا عنده استعدادات ممتازة ويمكن يتفوق على غيره ولكنه لا يريد أن يذهب إلى الطب حتى لا يتعب هو كسول كسول نعم عنده قدرات فائقة لكن كسول يجي شخص آخر عنده قدرات عادية ولكنه حاد جدا في قضية الهمة ويمتازة للسعداد وللسعداد عنده استعداد هذا المثال الذي ضربته هذا بالنسبة لكلية الطب صحيح في ناس عندهم قدرات لكن ما عنده استعداد يروح كلية الطب فكثير منهم يتعب نفسه يتعب وبعدين سبع سنوات وبعدين بعد ما أتخرج بنروح المستشفر يابيلي سنتيبع تخصصه نعم ليجده على أنه عنده أمكانيات وقدرات أنه يتحصل على تخصص الطب قل له كلمة دكتور قل لهذا الطالب كلمة أنا أقول إذا عندك قدرات بهذه المستوى العالي لا تحرم مجتمعك حاول أنك تقدم لوطنك لمجتمعك لأهلك حرام يعني نخسرك في تخصص لا نستفيد منه فالطب أو الهندسة أو تخصصات دقيقة جدا تحتاج عقول وقدرات عالية طيب أنا عندي ثلاثة أربع نقاط يمكن أن أخذها بطريقة أسرع شوي لا أستطيع أن أكمل المذاكرة أي كثير من الطلاب يشتكي يقول المذاكرة لا أستطيع أني أكملها لأنه يعني مع الأسف أثقل على نفسه كم هائل من المعلومات في وقت قصير لو ذكرها من قبل ما وجد هذا الملل طيب الآن اعتبر الليلة ليت الاختبار نعم وسمعنا طالب وطالبة وقال أنا أخلاص ما أبقى ذاكر اتصالات الأمهات والآباء على الهاتف الاستشاري نعم تقول هذا الكلام ويمكن هذه فرصة نقول الهاتف الاستشاري اللي هو تسعة اثنين أربعة أصفار تسعمية ممكن يوضع أيضا على الشاشة هناك مستشارون تربويون و هناك هاتف استشارية أخرى أيضا في المملكة العربية السعودية وغيرها أيضا من الدول العربية لكن أنا أتكلم عن هذا الهاتف الاستشاري اللي هو تسعة اثنين أربعة أصفار تسعمية على هذا الهاتف تتصل أم محروقة القلب نعم ابني لا يريد أن يذاكر أب للأسف أنه من غضبه استخدم الضرب مع ولده لن أذاكر إنك تستطيع أن تجر الحصان إلى الماء ولكنك لن تستطيع أن تجبره على الشرب نعم ماذا يفعلون بضرب مثال بسيط جدا الطفل الصغير الرضيع أو إذا ما بغى يقول لك إذا ما بغى لا تعطيه إذا جاع بيشرب حليب و بياكل أيوة فلذلك أنت إذا احتياجه فهم احتياجه ليه هذا العلم هذه الشهادة شو تحقق له من طمحاته من احتياجاته لذلك يجب يجب على أولياء الأمور إدراك هذه النقطة الأساسية إنك لو ضربتها بالعصاء و هددتها لن يذاكر إلا إذا فهم حقيقة هذه المذاكرة ليه أذاكر أنا ما على الأسف كل مشكلة يا دكتور أنه إذا جليت الاختبار وألقى عليه محاضرة أبوه ليه قبل طيب يا دكتور خالد صحيح عندنا عندنا زمن في إهمان إحنا مشكلتنا الوقت مهدر عندنا إذا جاء في آخر الوقت نتمسك فيه ما يسمى بالتأجيل ظاهرة التأجيل والمماطلة أسميها المماطلة يا دكتور مماطلة مماطلة كل طلابنا يماطلون يعني مو كلهم البعض منهم يماطل حتى إذا وصل ساعة الصفر بدأ في فتح الكراسات و فتح و لا و مع الأسف الشاعر الآن الخمس أو العشر الملخص هذا يبحثون عنه في أماكن النسخ و أنا ضد هذه الفكرة إحنا مم فقط أن نعلمك خمس صفحات نعلمك أشياء كثيرة ثقافة لكن علي يا دكتور هذه مسؤول عنها صراحة المعلم و المعلمة الذين بالفعل لا تخرج أسئلتهم عن الخمس صفحات يعني لا لا أنا أب لما أشوف ابني أو ابنتي عند هذا الكلام أقول لا الكتاب فيقول أنا أقرأ كتاب من مائة صفحة أو سبعين صفحة أو خمسين حتى صفحة و الأستاذ قال لنا لن تخرج الأسئلة عن هذه الورقات لا أستطيع أن أقنعها طبعا لأن هناك الإقناع أكبر جهد بسيط و يمكن أن أخذ بدرجة عالية طيب هناك من يقول أنا أريد أن أذكر لكني أمل ما الأشياء المحفزة سواء الشخصية أنا كيف أحفز نفسي أو الآباء و الأمهات كيف يحفزون أولادهم لطرد الملل واستمرار النشاط إلى نهاية المادة جميل جدا تنمية الدافعية الداخلية مهمة جدا جميل عند الفرد عندما يعني ينمي هذه الدافعية أنت تحرص على نفسك عشان تعيش في المجتمع في مركز كويس تتعلم تصل بين أقرانك في مرتبع عالية مهمة جدا إذا عندك الدافعية الداخلية قوية ممكن يكسر هذا الملل السعداد مهم جدا السعداد يكون قوي عنده طبعا صادني ملل أثناء المذاكرة ماذا أفعل أولا سكر الكتاب أيوة تحرك من مكانك حاول تروح أي مكان روح المطبخ روح المطبخ شوف فكر شوف كم درفة فيه و بعدين رح و أمسك دفتر و اكتب ما شفته في المطبخ عجيب تغير 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 ذهكت من هذه العملية عندك مئة رقم عد من مئة و إلى نازل إلى نهاية واحد يعني نبعد عن الأكل اللي ممكن شيء بس يكون تنشيط أو صح حتى المنبيهات يعني ما ظنها ممنوعة تماما لا 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 مش ممنوعة بس الاكثار منها الاكثار منها يعني تكون هي التي يمكن يجدد الإنسان بها نشاطة و ليس التي يشربها نعم أمامه باستمرار فيه تعليق بسيط اعتقادات خاطئة عندنا مثل مثل السهر يعني كثير من الطلاب و الطالبات يعني السهر هذا لابد يسهر عشان يروح يصبح و يقدم اختبار هذا مؤذي مؤذي للجسم للعقل الساعة البيولوجية حق الجسم يعني مشكلة متعود على النوم في الليل تجي تلخبط الدعوة صحيح يكون في قلق يزيد عندك الانفعال اللي هو القضب و ممكن يسبب لك عدوان الآخرين فيه ضواهر سلبية في الاختبارات يمكن لو شفنا الاختبارات في مرحلة ابتدائية بالذات والمتوسطة هناك من يصطاد الطلاب إذا خرجوا مبكرا و أظن حالات التحرش الجنسي تزداد في فترة الاختبارات أكيد هذا نقطة و ظاهرة يعني ظاهرة بين الطلاب خاصة في المرحلة المتوسطة و الثنوي بعد انتهاء الاختبار يكون عنده مكبوتات داخلية بعد ما يخرج من الاختبار وده أنه يفرح و ينبسط و يتجه اتجاه خاطئ منها كما ذكرت بعض السلوكيات الخاطئة اللي هي دخيلة على مجتمعنا التحرش ببعض الطلاب الاعتداء على الآخرين السرقة السرقة السيارات كل هذه تأتي بعد الاختبار توقع يعني ما العلاجات يعني ممكن نقول لأولياء الأمور خذوا أولادكم من مبكرين نعم لا تتركوهم أنا أشوف حتى المفحطين يجوا بعض مرات قدام مدارس الابتدائية بالذات يعني حتى يلفتوا أنظار كذلك الأولاد الصغار صحيح هذه منتشرة مع الأسف على أن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع محافظ و ينبذ كل السلوكيات الخاطئة لكن لا ندور نحن كمعلمين كأبا يعني أم المخرجي يلوح عليه في الاستطلاع لكني أريد أن أقول أيضا في ظاهرة سلبية وسيئة جدا لعلكم أيضا لم يستموها من خلال تخصصيكم أن في الفترة هذه أيضا تنشط المخدرات باعتبار أن هذه الحبة هي التي تستطيع إذا أخذتها تسهرك أكثر تعطيك قوة و تخليك تتذكر الاختبارات و هي بداية المخدرات فيما بعد صدقتها دكتور خالد و هذه من تشرم على الأسف في بعض الأماكن و هذا خطب جدا على الطالب أنبه كل الطلاب ابعدوا عن أي شيء غير طبيعي الله سبحانه وتعالى خلقنا طبيعيين لأنه ندخل في أجسادنا أشياء غير طبيعية تؤذينا و تؤذي المجتمع لذلك أنصحهم كل ما كان الإنسان سويا يذاكر و يستوعب أكثر مما يأخذ شيء غير سوي يؤثر على جسمه يعني نتمنى أن الطلاب أيضا والطالبات يتيقنون أن هذا الكلام ليس نصيحة مجردة و إنما هي حقيقة علمية كل هذه الحبوب مآلها بالفعل ربما للأسف الشديد يكون إدبانا في المستقبل لدينا الاستطلاع أيضا الذي سأل فيه فريق البرنامج الناس هل للمعلم دور في تحديد نتيجة الطالب يعني النتيجة بين التأكيد و التشكيك نشاهد أيضا و نستمع الله يعتمد على الطالب و نفسه إذا هو مذاكر بيجيب لك الإجابة صحية و إذا ما بذاكر بيقوله متسبب يا المدرس والله أنا المدرس لا ما له ذنب في النتيجة النتاج له على شيء اسمه المدرس و الطالب يعني حسب المذاكرة الطالب كان هو متفوق أو متدني إذا هو معد الوضع مع المدرس مع الدكتور طول السنة لا هم من الدكتور بالأكس هو تلقى إذا يكون محترم مع الدكتور في الأكس الدكتور أنا في الجامعة دكاتر كلهم طيبين مين إني أنا محترم معهم و كل الحضوري موجود ما هو صحيح الفضل كلها لله عز وجل في المقام الأول ثم بعده لما قدمه طول الترم وقدم له الدكتور من المعلومات على حسب نوع الدكتور بعض الدكاتر يثريك بالمعلومات بعضهم لأنه فيه تفاوت في البشر بعضهم عنده طاقة عليا وبعضهم طاقة تشوي لا طبعا هذه مقولة خاطئة يعني بالعكس المعلم هو دائما يطمح لرفع مستوى الطلاب رفع مستوى الطلاب فتحصله يجتهد في الفصل يجتهد إلا ما قل هو الدل يعني ما قل يعني بعضا تشوف بعض المعلمين لكن بالأغلبية إن شاء الله نحن نحسن الظن فيهم بالعكس يبحثون عن مصلحة الطالب ويقدمون كل ما عندهم لأجل الطالب لا صراحة أنه أحيانا تعتمد على الطالب أحيانا تعتمد على الدكتور على حسب المادة وعلى حسب الدكتور وإيش وضعه في الكلانس مع الطلاب هذه مشكلة منتشرة في مجتمعنا أي واحد يخفق في شيء يتبنى دور الضحية يقول السبب كده السبب كده هذه مشكلة في مجتمعنا مفروض الإنسان يركز مع دوره ما للمدرس ذنب ولا كل واحد يجني ما قدم مرحبا بكم نحن انتقلنا مع الطالب مع نفسه أو من نفسه إلى أهله و الآن نريد أن ندخل مع قاعة الاختبارات جميل في قاعة الاختبار ما هي الوصايا النفسية بالذات للطالب حتى يستطيع أن يكون أيضا سويا هادئا و يتعامل مع الاختبار بطريقة صحيحة جميل بالنسبة للطالب يجب عليها أن يحضر مبكرا لقاعة دراسة إذا كان في المدرسة أو في الجامعة و يجلس في المكان المحدد له و يكون مسعد حاجيات كلها مكتملة من على حاسبة مثلا قلم كل الاحتياجات التي يحتاجها في أثناء الاختبار لكي لا يسبب لأي ارتباك أثناء الاختبار مهم جدا أتفقى هذا يعطيها فعلا من بداية هدوء ثقة غير لما يستحي لما يطلب قلم أي نعم و أيضا بعض المراقبين كذلك يكون حادا في هذا الجانب و يمل أن يعطيه و هذا يسوي لقلق الحقيقة ذكرتني في قضية أنه إذا دخل متأخرا الطالب يفقد جزء كبير جدا من تركيزه أكيد و هذا أيضا هو مطلوب و الأمن منه أن يكون ركزا بشكل جيد من الأشياء التي تفقد الإنسان تركيزه في الاختبار رضية الغش نعم أريد أن أسمع منكم حقيقة نشوف الطالب اللي يأتي و حاط في مخيلته و عنده استعداد أنه بغش جايب أو راق أو لا جايب أو بغش من زميلة متفقية قبل الدخول للقاعة هذا يكون خلاص المعلومات اللي عنده ضاعت يعني هو متوتر أصلا متوتر و دخل الاختبار و قاعد يتلفت يمين يسار يشوف كلمة كلمتين إذا كان عنده ورقة بيخرجها شوف راح نص الاختبار و هو ما عمل حاجة ما كتب ولا حر لذلك أنا أنصح جميع الطلاب لا يعتمدون على قشنا هائيا لأن الدين الإسلامي الحنيف حرم هذا شك صريح من غش في كل حاجة نعم فلذلك إن تدخل الاختبار تعطي انطباع جيد أنك طالب مثالي تقدم الاختبار لو قدر أنك لا تجيب على الأسئلة أفضل لك من تغش صح خلك ترسب فيها ولا تغش طريف فتوى أحد علمائنا قال لا يجوز الغش في جميع الاختبارات أما في اللغة الإنجليزية فلا يجوز الغش يعني لأن بعض الطلاب أيضا يقولوا هذا مبعلم شرعي يجوز الغش فيها نعم هو كله غش بس هناك نقطة أساسية أنصح كل طالب فكر قبل تعمل أي فعل نعم فكر عواقب هذا الفعل إن كان غش لعواقب طبعا إن كان سرقة لعواقب إن كان اعتداء على الآخرين كل علاوة نحن مع الأسف نفكر بعد ما ينتهي الحدث وهذا خطير جدا الله سبحانه وتعالى خلقنا هذا العقل لنفكر فيه نبدع نخدم مجتمعاتنا وليس نغش ونزور ونشوه هذا المجتمع الجميع نعم خذوا الطرفة الثانية سامي تفضل واحد يعني ما شاء الله عليه يقول نطلع فيديو وعنوان الفيديو طريقة جديدة وممتازة للغش طبعا الطلاب رحوا وهجموا عليه الدخول عليه كبير نعم فلما دخل قال لهم شوفوا أنت بغيت فعلا تأخذ درجة عالية في الاختبار وانا بعلمك طريقة ما تخرش المية تأخذ الكتاب نعم والذاكر يا أخي ذاكر الوقت اللي بتضيع فيه نقلة وتسوي براشيم وتسوي تقنية حديثة عشان تغش سبحان الله ذاكرة وتحافظها وانتهى الموضوع طبعا أنا بقول لك بعض مظاهر الغشة وانا ما أنصحنا أحد يعني يتخذها له كأسلوب لا ما نعلمهم لا ما نعلمهم بس غريبة يعني تحدث كما ذكرت بعض السماعات يدخلها مع الساعات التي تستخدم في تخزين المعلومات معنا صارتها معروفة ومكشوفة وبعضهم الله يهديهم يكتب على صروالة صروالة مو بالثوق عشان يرفع ويغش ويرجع الثوق عشان لكاتب أربع خمس جمال لو قاعد حفظها ما تفيدها ولا وضعتها في هذا الإرباك يعني الجهد الذي يبذله الطالب النفسي الذي يريد الغش أو حتى يريد يغشش الآخرين لو أنه استبدل بأن ذاكر في البيت وركز وجاء لكان أكرم له أفضل له ومن ناحية ثانية أيضا حتى من ناحية الإيجابية سوف يستطيع أن يكون إيجابيا هناك فكرة منتشرة أيضا أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع أحفظ وأظن لو غير هذا الطالب أيضا هذه الكلمات السلبية وعطى نفسها كلمات مشجعة وبرمج هذه النفس على أنها قادرة وأنها تستطيع أن تستعيد المعلومة سيغير كثيرا من هذا العام طيب الآن الطالب بعد الإختبار نحن دخلنا مع الطالب وأوصيناه يمكن مصايا أنه تكون هادئ تأتي ونبكر أدواتك مكتملة يمكن أن عندي وصي بعض الأساتذ الحقيقة لا يؤمن بها لكني أنهيت في تعليمي كله وأنا أعمل بها إذا جاءتني ورقة الإختبار وفيها مجموعة الأسئلة طبعا أتمنى أن الأستاذ لا يقرأ الأسئلة ثم أجيب عن سؤال سؤال وأخبأ الأسئلة البقية حتى أنهي رأيت أن إذا قرأت كل الأسئلة في وقت واحد كما تقول بعض الكتب التي كتبت المذاكرة تنهال علي المعلومات وقد تتداخل وأقلق من هذا وعشاني لا أنسى أن أقول كلام هذا لكن إذا أخذتها سؤالا فين يكون هذا أفضل أيضا الحقيقة من الأشياء التي رأيتها رائعة جدا هي مذاكرة الفجر يعني بعد صرات الفجر أستعيد مذاكرتي كلها جميل جدا التي ذكرتها وكأن المذاكرة تستعيد أو ترتب المعلومات الآن بقي دقيقة علينا وينتهي اللقاء ماذا بعد الاختبار ماذا نقول للطالب بعد الاختبار حقيقة بعد الاختبار على الطالب أن كما بدأ الاختبار وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الطلاب ولله الحمد عندنا في مجتمعنا يحسنون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أثناء الاختبار وبعد الاختبار لكن حبذا لو تزيد هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والامتثار للأوامر والنهي في بعض الأمور أو كثير من الأمور لذلك يصبح الإنسان مثالي متوافق مع نفسه متوافق مع المجتمع بعيدا عن الاضطرابات النفسية نأمل من الطالب أن يشتهد طوال فترة حياته في الأسرة أو في المجتمع أو في دراسة لأننا نسعى دائما من التعليم كله أن ننشأ رجل صالح في هذا المجتمع يعني رأينا كثيرا من الطلاب يقول لأستاذه شكرا فقد كنت سببا في تفوقي ولكن أيضا تعجب من طالب يقول أنني الآن أنا أعمل في مهنة لا أريدها والسبب أنت أنا خرجت من الدراسة بسببك والحقيقة لماذا قال لأنك رسبتني في الاختبار صحيح أنه هو الذي رسب بينما هناك آلاف أن الطالب نجحوا عند هذا الأستاذ مهم جدا أن الطالب يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل ويعرف أن الجهد الذي يبذله هو وليس الآخرون هو الذي سيتقدم به بإذن الله عز وجل عباقرة الإنسانية قالوها إننا نحتاج إلى 99% من الجهد المكذول واحد في المئة كما يقال هو الإلهام الله سبحانه وتعالى فطرنا على هذا وهدانا السبيلين وأي الطريقين نختار فإن الله سوف يعيننا إذا كانا على طريق الخير وسيتركنا ولن يعيننا إذا كان الطريق الذي اخترناه هو الإهمال الإنسان دون شك بجديته سوف يستطيع أن يصل إلى أهدافه وأنا أذكر المشاهدين في هذه اللحظات الأخيرة ما قاله دكتور خليل من الأهمية البالغة لبذل الجهد والمثابرة وعدم الاعتماد على الآخرين لا على الأب ولا على الأم ولا على الأستاذ ولا على المدرسة وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحسن هذا التوكل وإنما يحسن المسلم التوكل على الله حينما يبذل جهده يعقلها وتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله هذا هو المنهج الرباني والمنهج النبوي شكرا جزيلا دكتور خليل بن إبراهيم الحويجي الأستاذ أو أستاذ علم النفس في كلية التربية بجامعة الملك فيصل على هذا اللقاء الرائع ونسأل الله أن يجعل فيه خيرا وبركة لطلابنا أيضا أنتم كذلك أيها المشاهدون والمشاهدات أشكركم على حسن الاستماع وأنا أتمنى الحقيقة أن تمرروا هذه الحلقة إذا أيضا وضعت على حساب البرنامج في جامعة الملك فيصل وأيضا حساب الخاص بالبرنامج قضية ومستشار إلى الطلاب والطالبات فلعل أحدا أيضا يستفيد وربما مبلغ أوعى من سامع شكرا جزيلا لكم جميعا إلى اللقاء في الأسبوع القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم ومنح فؤادك من ربيع لقائنا فبه المشورة بلسم ومنار شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم